اشتركوا في القناة لا يوجد مشكلة المطلوب مني اليوم اني اعمل قائمة الدخل وقائمة الدخل الى مكون ايش مجموعة الاقسام لكن الغاية منها هي قائمة الدخل يظهر الارادات ايش والمصارية في المحاصة عشان اصل ايش لصافة الربح وحكينا في المحاضرة الماضية فشرحناها ومن خلال ايش بيانات لكن اليوم سنطبق ايش من خلال الاكسل على سبيل مثال لو بيجيك في الامتحان كيف الالي بطيك بيانات بشكل كالتالي موضحها في الاعمدة وصل الى صافة الربح بعدين قوم بعملي تعداد النسب المالية او استخراج النسب المالية المحددة بناء ايش على قائمة الدخل او على سبيل مثال قوم بعملي التحليل العمودة او التحليل الافقي ورح نترقلها في المحاضرات القادمة ان شاء الله اول نقطة رح ابلش فيها اليوم في قائمة الدخل او اول بنت بيظهر عندي في قائمة الدخل هو بسمو ايش صافة الارباح ايش صافة المبيعات طيب طيب مبيعات شو مكونة ايش عبارة عن ايش انا مش دايما لازم اكتب كل نقطة في ملف فليكسن باجي بقول يساوي اذا اتهت المبيعات رح اجي ايش ادور على بند يسمو المبيعات قيمته قديش رح يكون عندي اثنين مليون دينار اذا باجي بقول المبيعات هي عبارة عن مبيعات ناقص مرضات المبيعات ناقص مسموحات المبيعات او بسمى اخر مرضات المبيعات ومسموحاتها فبقول ايش المبيعات قيمة تقدش كانت عندي اثنين مليون دينار طيب بدي اشوف انه في عندي مرضات لمبيعات ولا الان مااش بقول باتكد بقولها teaches وفي عندي مرضات مبيعات عندي هيوه مرضات مبيعات فالقيمته قديش خمسين الدينار اذا كالتالي بقول يليسوي ونفس الاليه بقول خمسين دينار بتكد بدي في عندي بسموحات مبيعات مافي عندي اذا zawt اول مدة بضاعة آخر مدة مصرف نقل الداخل للخارج رواتب مبيعات رواتب الإدارة إذن بس هذول نقطتين مجزعة عندي إذن بالحالة هاي راح أكون أياش عندي صاف المبيعات راح تكون القيمة بحطة أياش دائما بحطة في الكلي بقول كالتالي هي عبارة 2 مليون ناقص مردات المبيعات تطلع عندي القيمة 1.950.000 إذن أول بند اللي كان يهمني توصلت له وهو إيش صاف المبيعات النقطة اللي بعدها طبعا أحيانا دا مميز في نقطة معينة بحب أميز إيش الجداول بألوان معينة عشان تسهن علي إيش بهم إلي إيش قيمة الدخل بشكل أوضح إذن صاف المبيعات قيمتها 1.950.000 طيب بدي صاف المبيعات شو أطرح منها هاي المبيعات أنا بعتها بش إلى قيمة تكلفة إذن بدي أطرح من هاي المبيعات تكلفتها عشان أعرف قديش أنا ربحان أو خسران أصل لبند بسموه مجمن الربح إذن راح أطرح منها إيش تكلفة البضاعة المباعة تكلفة البضاعة المباعة عبارة عن إيش بيجي بقولك كالتالي طب أنا بعت بضاعة بقيمة 1.950.000 ممتاز بقولك كيف تكتطلع هاي البضاعة اللي بعتها ب 1.950.000 إلا تكلفة بأجي بقولك كالتالي بروح على أول مبلش بروح على المخازن بفتح المخازن وبروح بشوف كديش عندي بضاعة أول مدة إذن بضاعة أول مدة قيمتها كديش كانت عندي 800.800.000 إذن بضاعة أول مدة قيمتها 800 ألف نكمل شوف عندي كمان بشوف طيب أنا كان عندي بضاعة 200 ألف طب هي 200 ألف غير كافية لعميات البيع اللي عندي فقررت إش إني أشتري فأروح بقول شوف عندي مشتريات بقول بدور على مشتريات فكانت قيمتها قديش 400 دينار إذن عندي بضاعة زائد إيش بضاعة أول مدة زائد المشتريات إذن 100 ألف زائد 400 ألف أعطيني ألف مليون 200 ألف هاي البضاعة وكل ياتف تسمى إيش بضاعة متاحة للبيع لكن قبل ما أصل النقطة هاي لازم يكون في عندي إيش صاف المشتريات طيب صاف المشتريات هي عبارة عن إيش بقولك كالتالي هي عبارة عن المشتريات ناقص مرضات المشتريات ومسموحاتها زائد مصريف نقل الداخل إذن بقول وهي معدي مصريف نقل الداخل إذن تعتبر تكلفة تضاف تكلفة البضاعة هاي مصريف نقل الداخل بقيمة 30 ألف هاي بمعنى أنا اشتريت بضاعة 400 ألف ودفعت عليها تكريف نقل قيمة 30 ألف أو بمسمى آخر انت قمت بشراء سيارة مبلغ معين قيمة 10 ألف دينار ودفعت عليها مصريف شحن مثال من خارج الأردن مصريف مثال تخليص فبقل لك قمت بقيمة السيارة قيمة 13 ألف دينار ودفعت عليها مصريف شحن 500 دينار ورسوم تخليص في المحاصب تقول لي قمت بقيمة السيارة قيمة 13 ألف دينار وهكذا كما أن نفس الألية تتعلق عليها بالمشتريات إذن 400 ألف زائد مصريف نقل الداخل المشتريات بقيمة 30 ألف بعدها تشوف عندي بتأكد إذا في عندي مردات المشتريات ومسموحات حتى أطرحها سألتني بالكالتالي وين في عندي مردات المشتريات ومسموحاتها إذا في عندي مردات المشتريات بقيمة 80 ألف دينار إذا مردات المشتريات بقيمة 80 ألف دينار إذا بالحالة هي بتأكد إذا ظل عندي أي بنوت متعلق الله في المشتريات لا يوجد عندي مسموحات مشتريات إذن بالحالة هاي بقدر أحتسب إيش مبدئيا تكلفة البضاعة المتاحة للبيع بعد هيك بدي أجي إيش على آخر بنت بقول لك والله أنا كان عندي بضاعة 800 ألف وضفت عليها مشتريات 400 ألف مليون 200 ألف ودفعت عليها مصرف نقل الداخل 80 ألف ورجعوا لي بضاعة لما أنا بيعت بضاعة رجعوا لي منها 80 ألف إذن بالحالة هاي تسمى تكلفة البضاعة المتاحة للبيع بقدر نصل لما نقطة معينة هي تكلفة البضاعة المتاحة للبيع إذن بقول هي عبارة عن تكلفة البضاعة المتاحة للبيع إذن تكلفة البضاعة المتاحة للبيع راح تكون كالتالي بقول لك هي بضاعة أول مدة زاد المشتريات زاد مصرف نقل الداخل ناقص مرضات المشتريات عندي القيمة لحد الآن مليون ومية وخمسين ألف من كامل نطرح منها إيش بضاعة آخر المد بقول لك هاي كل البضاعة متاحة للبيع طب أنا فعليا ضلت عندي بضاعة آخر فلحت المستوضع آخر السنة لقيت جزء من البضاعة لحد الآن لم يبع قيمة قديش متين ألف دينار إذن بالحالة هاي بقول بضاعة آخر المدة قيمة قديش متين ألف دينار إذن بالحالة هاي أنا بقدر أصل لمسمى بسمو إيش تكلفة البضاعة المباعة ستكون كالتالي نحط إيش ككل أقول لك مليون مية وخمسين ألف ناقص متين ألف لازم أعطيني قيمة للبضاعة المباعة قيمتها 950 ألف إذن بالحالة هاي هاي إيش القيم اللي عندي إذن بالحالة هاي أنا باعة بضاعة قيمتها أو شعر البيع كان لها مليون تسعمية وخمسين ألف بتكلفة قيمتها 950 ألف إذن بصل لنقطة معينة ألا وهي إيش مجمل الربح وراح دولي هي عبارة كالتالي مليون تسعمية وخمسين ألف ناقص تسعمية وخمسين ألف بطيني مجمل الربح كيمته إيش مليون دينار إذن بالحالة هي مجمل الربح عندي قداش قيمته مليون دينار طيب ضل عندي إيش ثاني بقولك آه ضل عندي بقولك الجزء المتتالي أو اللي بعد مجمل الربح في عندي أنا مصاريف تشغيلية إذن بدي أطرح من مجمل الربح عشان أصل في المحصل أصل إيش لصحف يدخل إذن بالحالة هي بدي أطرح منها المصاريف التشغيلية المصاريف التشغيلية تنقسم إيش إلى قسمين القسم الأول وهو بتعلق إيش المصاريف البيعية ما أقولك التالي إذن المصاريف البيعية طيب واحد يقول طيب شو المصاريف البيعية بقولك هي جميع المصاريف المتعلقة إيش في المبيعات أي بمعنى متعلقة في رواتب مصاريف استهلاك معدات المبيعات رواتب إيش قسم المبيعات مصاريف أو عسل مثال تكاليف نقل مبيعات أي إيش متعلق بالمبيعات بطرحوا إيش ويعتبر بند من المصاريف البيعية بطرحوا إيش من مبنى الربح في المحاصرة إذن بالحالة هي بنيجي كالتالي شوف عندي مصاريف مبيعات أقول لك عندي استصريف استهلاك معدات المبيعات طيب قداش القيمة فأجب أقولك كالتالي قيمتها كانت مصاريف استهلاك معدات المبيعات أربعين ألف ممتاز مصاريف سيارات المبيعات القيمة قداش كانت عندي سيارات المبيعات خمسة أربعين ألف منكمل شوف عندي إيش يتعلق في المبيعات مصاريف نقل للخارج إذن بالحالة هي مصاريف نقل للخارج قيمتها ستين أل دينار في عندي كمان ظل عندي آخر أن أتوقع ما أتوقع ظل إيش عندي إذن بالحالة هي للتأكد في عندي مصاريف روات المبيعات آخر نقطة إذن كان مصاريف روات المبيعات وقيمتها قديش أربعين ألف دينار إذن بالحالة هي بقدر أصل إيش مجموع المصاريف البيعية إذن بالحالة هي بقدر أختصرها في بعض الأحيان بكتب إيش فانكشن هذه بمعنى بقول سم بفتح قوس وبعمل سلك بأخذ الرينج البدية وبقول زي هي إذن بالحالة هي بقول له أنت بمعنى إجمع لي بين قوسين سم إجمع لي من أتش سبعة عشر لأتش إيش عشرين هاي أتش سبعة عشر هاي المدى تباحة إيش لأتش عشرين وبعطي نياب يقول له القيمة مئة وخمس وثمين ألف إذن بالحالة هاي المصاريف البيعية طيب الجزء الآخر من المصاريف وهو إيش المصاريف الإدارية إذن المصاريف تقوم لأيات المصاريف إيش التشغيلية المصاريف الإدارية نيجي نقول كالتالي شوف عندي مصاريف إدارية فيها متعلقة إيش بإدارة المصنع أو بإدارة الشركة عندي مصاريف استهلاك معدات الإدارة القيمة قد إيش كانت عندي نيجي على الجدول ونقول قيمتها كانت ثمان وخمسين ألف نكم شوف عندي كمان نرجع من الشيك على البيانات بشكل كامل مشتريات أخذناها مصاريف السلاك ومعدات أخذناها مصاريف السلاك ومعدات الإدارة كتبناها قبل قليل فوائد مدينة فوائد دائنة لا يوجد علاقة السلحة حاليا مصاريف سيارات مبيعات عندي عندي مصاريف إدارية قيمة القيمة كانت عندي حسن مصاريف الإدارية قيمته خمس سبعين ألف من كمن أكد ذرائب لا مبيعات لا بضعة أول مدة أخذناها بضعة أخر مدة مصاريف نقل داخل مشتريات مبيعات عندي مصاريف رواتب الإدارة مصاريف رواتب الإدارة القيمة قداش كان عندي 32 بالحالة هاي أنا خلصت مصاريف إدارية فأقول مجموع المصاريف الإدارية قوم بعمل جمع البيانات سم قولنا كل أنا فقط تطلع عندي إذن بالحالة هاي بنقدر نطلع مجموع المصاريف التشغيلية هي عبارة عن المصاريف البيعي زي المصاريف إدارية بالحالة هاي أموري كويسة شو بضع عندي نقاط ثانية طب أنا بالحالة هاي طلعت مجملة الربح اللي بتعلق في السؤال وعن طلعت المصاريف البيعي وعندي المصاريف في عندي إيش بسموه إيش إرادات أخرى إذن بالحالة في عندي بان بسموه إيش الإرادات الأخرى طب شو إرادات الأخرى بقول لك الإرادات الأخرى هي الإرادات المتأتية لكن من أنشطة غير تشغيلية أي سلها علاقة إيش بإيش من نشاط الشركة شركة متخصصة في صناعة المواد الغذائية لكن عندها استثمارات في شركات أخرى وقام تبيع هذه الأسهم تعتبر هذه الأسهم أو هذه الإرادات المتأتية أو هذه الأرباح تعتبر إيش مش متأتية من نشاط التشغيلي أي بمعنى أن الشركة تصنع مواد غذائية بالحالة هي راح تقوم بعملية بيع المواد الغذائية وتحصل إيش أرباح وتحصل إرادات لكن هذه الإرادات متأتية إيش من الأشي ليس لها علاقة بدارة الشركة إذن عندي الإرادات الأخرى شو الأخرى كان عندي من شي مشتريات مع العلاقة فوائد مدينة فوائد إيش في عندي فوائد مدينة وفوائد دائنة ننتبه نقطة معينة في منها واحدة مصريف في واحدة منها إيش إرادات فوائد دائنة تعتبر إيش إرادات وائد دائنة تعتبر إيش إرادات قيمتها 42 ألف دينار ضال في عندي إرادات أخرى في عندي إيش بشمو إيراد عقاعة إذن قيمة قداش كان عندي قيمتها كمان 53 ألف إذن بالحال هي مجموعة الإرادات الأخرى عقاعة 42 زائد 53 وطلع عندي 95 ألف إذن بالحالة هاي أنا وصلت لمجموعة الإرادات إيش الأخرى ظل إيش ثاني عندي من شي نطلع البيانات ومتأكد إن نقطة نقطة إذن خلص إيش من إجمال إيش أتوقع من كل المصاريف ظل عندي إيش ظل عندي مصروف الفائدة وظل عندي إيش الضرائب إذن بتسموها عندي إيش بد أطلع قيمة إيش وبسموها حالي عندي فكرة عنها إذن راح ننصل لنقطة معينة بسموها الدخل التشغيلي أو الدخل الدخل قبل الفوائد والضرائب خلينا نحط نضلل مجموها الأرادات الأخرى والوضحة بشكل كالتالي إذن بد صغيرت إيش الدخل قبل الفوائد وضرائب أي بمعنى بد أشوف أنا قديش دفعت نفقات قديش حدبعت إيرادات كان عندي إيرادات متأتية بطرح منهم جميع النفقات باصل لصاف الدخل قبل الفوائد وضرائب إذن صاف الدخل قبل الفوائد والضرائب بسموها إيرنين أو إبث إيرنين بفور إنترس أن تاكس إذن بجموك كالتالي أنا عندي إيش مجموة الربح قيمة مليون دينار بطرح منه مجموة المصاريف البيعية وبطرح منه كمان مجموة المصاريف الإيش الإدارية وبوضيف عليه مجموة الأرادات الأخرى إذن مجموة الربح ناقص مجموة المصاريف البيعية نتحدث عن المصاريف منطرحها ونطرحها ونضيع إيرادات الأخرى ونضع الربح 745 ألف نتأكد هذا الشهر لدي مصروف الفوائد هي الفوائد المدينة قيمته 65 ألف إذن نطرح منه صاف الدخل قبل الفوائد الضرائب نجي على الفوائد المدينة تعتبر مصروف ونطرحها مباشرة من صاف الدخل قبل الفوائد الضرائب قيمة 65 ألف نص اللبند شو بصموه من سميع على سبيل المثال نعطيه صاف الدخل بعد الفوائد قبل الضرائب أو صاف الدخل قبل الضرائب هل ضرائب سأقول لك هل عبارة عن 745 ألف ماقص الفوائد مترتب علي إذن قيمة 680 ألف نكمل بالحال هيضغل عندي الضريبة طيب الضريبة قديش كانت عندي بقول لك الضرائب قيمتها 25% إذن الضرائب قيمتها 25% بقول لك كالتالي هي عبارة عن الضرائب 25% مضروبة إيش في صاف الدخل قبل الضرائب 680 ألف تطلع عندي القيم مليون 170 ألف إذن بالحال هاي هلنأخذ نفس التنصيق اللي عندي إذن بالحال هاي إذا مصروف الضرائب قيمته قديش مليون وسبع ألف بصل لإيش لصاف الدخل وراح يكون قيمته 680 ألف ناقص 170 ألف بعطينا 510 ألف لكن متأكد من حل السؤال مرة ثانية متأكد أنه في احتساب أطرح أطرح منها خمسين ألف مرددات المبيعات إذن المبيعات اثنين مليون أوكي في عندي مرددات المبيعات قيمته خمسين ألف ناقص 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 المبيعات تكفة البضاعة المباعة هي بضاعة أول مدة 800 ألف زائد المشتريات 400 ألف مصاريف نقل للداخل تحمل قيمته 30 ألف عندي مرددات المشتريات قيمته 80 ألف مرددات المشتريات 80 ألف تكفة البضاعة المتاحة للبيع هي عبارة عن 800 ألف نتأكد أوكي عندي بالحالة تكفة تكفة المتاحة للبيع عندي بضاعة آخر المدة قيمة 200 ألف نكمل نصل عندي تكفة البضاعة المباعة حسبناها مجمل ربح قيمته قديش مليون دينار هي عبارة عن مليون 950 ألف ناقة 950 ألف مليون دينار نجع مصريف التشغيلية تنقسم مصريف بيعي ومصريف إداري نجع مصريف استهلاك مهدات المبعاة نتأكد هذه المبعاة قيمته 40 ألف من كامل عندي أيش كمان مصريف سيارات المبعاة مصريف سيارات المبيعات 45 ألف مصريف النقل للخارج مبيعات 60 ألف إذن بالحالها 60 ألف بدأ مصريف روات المبيعات 40 ألف إذن بالحالها مجموعة مصريف البيعية كمتها قديش 185 ألف نجع مصريف الإدارية مصريف استهلاك معدات الإدارة مقيم 58 ألف مصريف إدارية 75 ألف مصريف رواتب الإدارة 32 ألف إذن بالحالة قيمة 165 ألف فوائد دائنة 42 ألف إراب عقار 53 ألف إذن فوائد دائنة 42 ألف إراب عقار 53 ألف إذن بالحالها مجموعة الإرابة الأخرى 42 ألف زائد 53 ألف معطيني 95 ألف إذن صافت دخل قبل الفوائد ضرائب هي عبارة كالتالي هي عبارة عن مجمل ربح ناقص المصريف البيعية ناقص المصريف الإدارية زائد مجموعة أخرى فأعطاني 745 ألف عندي الفوائد مدينة نطرح منها لنسأل لماذا أصل إلى صافت دخل إذن صافت دخل قبل الفوائد ضرائب 745 ألف ناقص الفوائد المدينة احتضر المصروف فوائد القيمة 65 ألف بالإضافة هذه صافت دخل قبل الضرائب 680 ألف هي متأتية صافت دخل قبل الفوائد ضرائب ناقص الفوائد المدينة 65 ألف بعطينا هذه القيمة 680 ألف الضرائب هي عبارة عن صافت دخل قبل الضرائب مضربة في نسبة الضريبة هذه الضرائب 25% في الحالة هذه وصلت لقيمة ضريبة قيمتها 170 ألف صافت دخل 510 ألف دائما في نقطة معين اللي أحب أشتغلها أثناء العمل إذا في عندي أي بان تكلفة يعني أعسابي مثال مصريف عندي هؤل المصريف بيعية فأضللها دائما بلون أحمر بحيث أن أعرف أنها مصريف أثناء عملية الاحتساب هذه عندي مصريف الدارية وهو نفس الألية هذه نأتي هون مردودات المبيعات تعتبر إيش قلنا طرحناها 50 ألف إذن بضاعة أول مدة مشتريات مصريف نقل الداخل مردودات المشتريات طرحناها وبضاعة آخر مدة طرحناها العملية تطرح بريح بالحال هي تريح راسي عشان ما أتغلب ومواجه أي مشكلة لحد هل عنده أي استفسار أي سؤال متعلق بالمادة حد لان تمام والله دفتور بس ترجمة نانسي قنقر